شهراك يا رب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآلا بيكو في فقرة جديدة وموضوع جديد نهاردة هنتكلم فيه نوع من العلوم هو علم الشخصيات علم الشخصيات من العلوم اللي كتير سمعنا عنها وسمعنا عن تحليل الشخصيات وطبيعة تحليل الشخصيات وازاي من خلال تحليل الشخصية تقدر تتنبأ او يكون عندك معرفة او علم بالسلوك البشري ازاي ده ممكن يفيدنا في علاقاتنا الانسانية او يفيدنا مع اولادنا او يفيدنا مع ازواجنا او يفيدنا في اختياراتنا او في تعاملاتنا في الشغل او تعاملاتنا في الحياة اليومية حتى انت بتتعامل في اصغر الامور او ادقها او ابصفها بتحتاج ان انت يكون عندك طريقة تكون سهلة وبسيطة تخليك تعرف ان انت ازاي تحلل شخصية الشخص اللي قدامه وده بيعود عليك بنتائج رائعة بدون قدرتك على تحليل الشخصية بتوصل في النهاية لخلل في الحكم على الشخصية وفي خلل على طريق التعامل لأن كل واحد فينا له سمات شخصية مختلفة عن الآخر إذا استطعنا معرفة هذه السمات نستطيع أن نتعامل مع الشخص بطريقة أسهل وبطريقة أفصل شكراً النهاردة يقوم معايا الدكتور حسن الشاهد مؤسس مدرسة الفراسة ولغة الجسد وغراءة تحليل علم تحليل السلوك البشري في الوطن العربي دكتور حسن أنا برحب بك أهلاً برحب بك من وردنا دايماً شكراً نهاردة نتكلم عن الفراسة وتحليل الشخصيات طيب هو مبقياً علم الفراسة هو علم قديم جداً موجود في أكتر من أمة زي أمة الشرق وأمة الغرب وأمة العرب ممكن من أشهر الأمم اللي اشتهروا بيه هو العرب ومن أشهرهم طبعاً الإنم الشافعي ولأسف هو حالياً اللي نعرفه عن علم الفراسة ولاجل شوية أن احنا بنقدر نحلل صفات الناس من وشوشها ولكن ده مش المعنى الحرفي بالكلمة معنى الكلمة هو التحقق والتدقق من الأمور واصطلح العلماء أنها بتدل على معرفة بواطن الأمور من خلال ظاهرها سواء بقى كانت بواطن الأشخاص بواطن الأمراض الحيوانات الصفات الخاصة بالوظائف كل حاجة يعني بقى بواطن الأمور من خلال الظاهر منها طيب تفسيرها يعني على سبيل المسال والنفترض حدك لو قدر لاحظت العربية حاجة بتروح لمتخصص متخصص بيبص عليها ويقولك العربية دي فيها خلال واحد اثنين ثلاثة لو حد كان عايز دكتور بيجي لحضرتك ويقولك أنا عايز بحاجة بيبص على لسانه بص على العنين فيه تكشف عليه تطلب منه تحليلات بناء على حاجة حضرات عارف إن العلامات اللي انت شفتها دي بتدل على حاجة داخلية هنا انت استدليت بظاهر على باطن في العلم الصيني على سبيل المسال كانوا بيربطوا الأمراض بحاجة اسمها العناصر بالصفات الشخصية بتاعت البناء الدنيا ويقدر يقول آه دعينه فيها لون أصفر إذن المرارة فيها مشاكلة إذن الشخص ده عصبي إذن صفاته واحدين ثلاثة مش بس كده في الجماني القديمة كان فيه عندهم حاجة اسمها فرصة الأمزجة يقولك ده نسبة الأخلاط في الدم بتاعه زيادة فإذن شخص ده دموي أو سطراوي أو سودوي ويحط الكل واحد فيهم مجموعة من الصفات نفس الفكرة دي هتلاقيها موجودة في الصين القديمة ده عنصر ناري عنصر مائي عنصر هوائي ويربطوا العناصر بمجموعة من الصفات خيس فده كله بيندارك تحت الفراسة ولكن هي أوسع من كده تعملك فراسة الحركات فراسة الوجوه فراسة الأصوات فراسة الكلمات واستخدام الألماط المختلفة في الكلام فكل حاجة أنت بتتعامل فيها مع الشخص اللي قدامك غالبا ما بتحكم عليه منها ودي اسمها فراسة خليني هنا أقف عند نقطة مهمة هي أي بقى أنه أحيانا الناس بتشتغل في علوم الفراسة أو في لغة الجسد أو ما لذلك بقى لك أن الشخص لو تصرف بطريعة معينة أو عمل شكل معين يبقى هو هنا كده يدل على أنه مثلا كان متدايق أو كان مبسوط أو مش عارس يتكلم معاك ما أنه في بعض الأحيان بيبقى الكلام ده أصلا هو لا متدايق ولا فتاعية دي طبيعة شخصية إزاي نقدر بنفرق ما بين التحليل ده أو أنا بشوف يعني أنه تحطته في قالب معين مجرد عمل تصرف إيه الفرق بقى؟ طيب هو بس أنا يعني أنا لازم أكون وقف في صفق جدا 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 ليه بقى؟ لأن اللي سبب النظر دي عند الناس أن كل ما نيجي نتكلم مع أحد نقول له أن ده متدرس لغة الجسد أو في رأس يقول لك أنا مش مؤمن بلوف الجسد بالفرق تقول له ليه؟ قول لك يعني إيه أنا بقى مربع إيدي متدايق طب أنا بربع إيدي مش متدايق يعني إيه الواحد دي هرر في مناتيره يبقى كدهي طب أنا بقى مناتيره مش كدهي افرد بردان افرد عندي أي نوع من أنواع الحسسية أو حق وهنا إنت عندك حق تماما اللي سبب ده إيه ضعف وجود الباحثين في المجال ده في الوطن العربي المجال ده في الوطن العربي كان مشهور في الأيام الأديمة ولكن مع الحروب الصلابية ومع انتقال معظم العلوم لبرة بدأ العالم الواربي يأخذ الموضوع ده ويدرسه صح عن طريق نظريات وملاحظة ومرأبة وبدأنا للأسف نحمله مرة عن التاني فبقى للأسف كل اللي وارد لنا هي عبارة عن مجموعة من الكتب فيجي الشخص مش متعلم مش دارس ولا عارف إيه فرق ما بين علم السلوك وعلم الاجتماع وعلم النفس يقرأ كتاب عن لغة الجسم ويجي يشرح ويقول والله آه الناس اللي بتقول إنها المتدايقة لازم تكون مربع بيها طب تقوله ليه ما يعرفش ما يقدرش يرد عليك بسبب علمي لأنه ما كانش فيه بحث علمي أوريجي طيب خلينا بس نعرف الأول حقول لك بأني الحكاية دي الحكاية دي أثبتوها إزاي أصلا لأن كان من فترة طويلة في عالم اسمه لامبروزو وقالك إن البني آدم يقدر نقول إنه هو مجرم عن طريق ملامح وشو وطبعا أو ده علم الإجرام اللي موجود في كلية الحقوق بالضبط لسه بيدرش لحد الوقت حد الآن رغم إن النظرية دي تفندت تماما والناس عرفت بعد كده إن النظرية دي كانت خاطئة أو مش مبنية على الأساس علمي ولكن بعد حوالي 30-40 سنة ظهر لها أساس علمي بشكل مختلف الجينات اللي موجودة في حضرتك وحضرتك جاية من الأب ومن الأم الجينات دي لقوا في جامعة ستنفرود دي دي إحصائية حصلت إن تواجد مجموعة منها بشكل معين في جسم الإنسان بيكون غالبا غالبا مثير لأعصابه طول الوقت فبيكون أكثر عرضة لارتكار الجرائم وعملوا فعلا إحصائية على مجموعة من المجرمين لقوا إن جرائم القتل موجودة فيها الجينات دي تدخطى الـ 82% من كل المجرمين كوي ممكن أن يكون واحد مجرم بالوراسة؟ لا مش بالوراسة بقى نقف بقى ونتكلم دي الخطأ اللي وقع في الأمبروج لا إنت فكرة إن الجينات دي موجودة في جسمك فده معنا أنت أكثر عرضة واستعدادا إنما إنت ممكن تكون متربي في تربية كويسة ممكن تكون متربي في بيئة كويسة ممكن تكون متعرضتش لموقف تضغط فيه يطلع فيه تأثير الجينات دي وممكن واحد تاني مفخش الجينات دي يتعرض لموقف اسمه مجرم بالصفة أو مجرم بالموقف وده عادي جدا يحصل فوجود الجينات اللي بتبسك انطباعها على وشك بتدينها فعلا صفات هي فطرية فيك ولكن هالا الصفات دي مفعالة أو لا؟ أبعا عدد أنا ما قدرش أعرف ده غير من التعامل التعامل بيبان بقى طيب الحركات اللي أنا لسا ذكرها اللي أنت تبقى مربع إيلك أو أو تعمل كده ده يجي بناءا عن إيه؟ بناءا على حاجة تسمها الجهاز الحفي الجهاز الحفي ده واللي تكلم على الحكاية دي من أوائل الناس كان عالم اسمه بول إيكمان طبعا العلماء اللي كانوا عن المضادة كثير إدوارد هال تشارلز ديزموند موريس وطبعا على رأسهم بول إيكمان آخر واحد ديهم اللي اتعامل ليه مسلسل بالمناسبة اسمه ليكيمي بيشرح به الرجل ده إزاي اكتشف تأثير الميكرو إكسپريشنز أي حاجة بتتعامل هي عبارة عن مؤثر سواء كان مؤثر خريجي أو مؤثر جاخلي المؤثر ده عقلك بيدركه بشكل أو بآخر الجهاز الحفي هو المسؤول عن رد الفعل وبيدي رد فعل بشكل تلقائي فلو أنا جئت حرفت عليك حاجة شاكت القائي حدرمض عينيك هل تغميتت عينيك دي مانعت الحاجة أنها تخبطيك؟ نو طب انت ليه فممت عينيك؟ لأن جهازك الحفي أراد ليك اللي اطمئنان تدى لك نوع من أنواع الحوادث فأه أنا ممكن أكون متضايق أربع إيدي بس ما ينفعش تربع إيديك قول أنت متضايق لأنه ممكن تكون بردان ممكن تكون بتركز أفتر ولكن لو أنا بتكلم معاه بشكل تلقائي وفجأة أنت قلت حاجات قلت أنا مربع إيدي وراجع بظهري منساحب بجسمي ومتاجه بجسمي ناحية الباب وبدأت أن أنا أتهازب حركة متكررة هل الجملة اللي اترسمت الجملة الحركية دي هكون ليا معنى غير إنها متضايق أو عايزة أمشي هكون ليا معنى حشان كده أول قاعدة في تحليل لغة الجسد أن الحركات كالكلمات لا تأتي مطلبة هذا الخطأ اللي للأسف الناس يقير وقعت فيه وهي بتشرح وده الخطأ اللي خلى للأسف الناس مش مقتنع بالفراسة واللغة الجسد وعندهم هأتي طيب دايما العلوم أنا بفرق فرق جدا بين العلم والفلسطة العلم هو أسس علمية نقدر نقول أنه تحط الميا على النار فتسخن فتطلع بخار فتشوف المية وتشوف البخار طيب في الشاي فتعمل كبيرة شاي ده كده علم حاجة معروفة معروف التبخير معروف الجاذبية الأرضية زيتك من فوق اختنعت أو لم تقتنع ده علم نقدر نقول أنه الفراسة حلم ولا هي مجرد فلسفة يعني زي الفلسفة الصينية والفلسفة الهندية هي فلسفة بيتبعها ناس ومن خلال الفلسفة دي لا نستطيع أو ما نقدرش أنه نحن نحكم على مدى نسباتها يعني حتى في الطب أنه نسبة العلاج من مرض كذا بنسبة 80% 70% 60% 20% وهكذا نقدر نحلل ده ازاي أو نقول ايه؟ ما ده ينسوا لك أكتر من الممتاز لأنه هو ده فعلا اللي حيحكم هل إذا كانت الفراسة علم ولا لا؟ وهل إذا كانت علم حقيقي ولا علم زائف؟ هل نقدر نستفيد منها فعليا في حياتنا يومية ولا لا؟ خلينا نقول لك أن في البداية خالص الموضوع ما كانش كده ما كانش ليه قصص علمية كان مجرد فلسفة زي ما ده قلت يمكن من أول الناس اللي تكلمت عن الموضوع ده كان أرستو أبوكراط وكلموا وهم طبعا من أشهر الفلسفة ولكن مع تقدم العلوم وفكرة أنه نقدر دلوقتي نقيس اللي بيحصل جوه المخ من كيميا ومن إشارات كهر كميائية بتروح للجسم أثبتت بشكل قاطع أن البني أدمين عندهم سلع مشاعر وده البحث بتاع بول إيكمان اللي بسببه تشهره بقى العلم لغة الجسد محطوط على خريطة العلوم أن البني أدم شكل تلقائي مع اختلاف سنه مع اختلاف صقافته مع اختلاف جنسيته مع اختلاف كل حاجة لو تعرض للمشاعر السبعة اللي أنا هقولهم دول بشكل تلقائي حيدي نفس ردود الأفعال سواء كنت جدير أو صغير سواء كنت وزير في دولة أوروبية أو غفير في دولة أفريقية كلنا هندي نفس ردود الأفعال الاتسامة العضلات اللي هتحرك الوش هتتحرك لما تشوف حاجة كويسة بنفس الطريقة الحزن هتحرك بنفس الطريقة الغضب هتتحرك بنفس الطريقة الاشمئزاز والاصدراء والخوف كل المشاعر دي هتتلع بشكل تلقائي طب إيه دا بيثبتها إزاي؟ عن طريق مراقبة الإشارات الكهركيميائية إن احنا بحط دماغ الناس على الجهاز اللي بيقيسوا به الإشارات الكهركيميائية ونعرضهم لصور أولى مؤثرات ونشوف ردود الأفعالهم ردود الأفعال كلها سابتة ما بتتغير دي حاجة سابتة هنا اللي حصل هنا دا علم بنناها على إيه؟ بنناها على نظرية فإبناها جربناها عملناها على عينة مضبوطة وقدرنا فعلا نتأكد إن هي صحيح فهو بقى علم صحيح وده اللي احنا بنحاول نعمله يعني إن شاء المدرسة كان الغرض الرئيس التاحها إن إحنا مش بس نكون مفتقبلين للعلوم الغربية لأ دا إحنا نكون نطبق الكلام دا على ناس مصريين وعلى وطن عربي بشكل علمي بشكل إحصائي أنا والله عملت إحصائية على عدد كذا بكذا وقترت أقول بشكل قاطع إن الإنسان الطبيعي بيجذب من ثلاث كبات لخمس كبات كل عشر دقايق محاسم طبيعي طالما مش بيشرح حاجة أو مش بيقول معلومة وحقيقة إحنا جديبنا قدي إدراءة دا كتير إحنا بقى لنص ساعة بنجدب طيب النقطة التانية وده أنا عايز أربطها بالأحداث اللي بتحصل لفترة دي الناس عارفة إنه في فيروس كوفيت ناينتين أو كورونا ومع ذلك الناس بتتصرف بطريقة تكاد تكود يعني بيقولوا الفيروس أنت جاي إمتى أنا حضني مفتوح في عالم نقدر من خلال السلوك البشر اللي نجد تصرفه في الأيام دي بالطريقة دي بالعندبة نقدر نقول إنه في علم السلوك أو في علم الشخصيات ممكن نقول إن الناس دي شخصيات هاي علم السلوك أصلا بينقسم لتالت حاجة جزء خاص بتحليل السلوك البشري وجزء خاص بتوجيه السلوك البشري وجزء خاص بتعديل السلوك البشري وفقاً لتحليل السلوك البشري نقدر نقول إن البني أدم في حالة وجود دائحة أو في حالة وجود نوع من أنواع الرعب اللي مش متعود عليه يتصرف تصرفات غير منطقية منها أن أنا مش هقول أنا عندي كورونا ليه؟ أصل الناس ممكن تبصلي أن أنا موجوء أو الناس تبصلي أن أنا موثوم فأنا هتعامل بالعند تماما عشان أقول للناس أنا كويس أنا مش خايف وده رد فعل هو طبيعي ولكنه خاطئ إحنا محتاجين نعمل كتير من التوجيه والتعديل وده اللي بيحصل قريدي دلوقتي عن طريق الإعلام اللي بيبث طول الوقت يا جماعة التزموا بالتباعد الابتماعي التزموا بالإجراءات الوقائية زي حضرتك دلوقتي لما طلعت جاكل تلقائي وإنت لابس الكنامة ده نوع من أنواع توجيه السلوك حتى لو أنت ما تكونتش تقصلي أنا واقف ومتباعد مبين ومبين ومع ذلك حاطة الكنامة وده كويس جدا وهو ده اللي احنا للأسف نقدر نعمله دلوقتي ونتمنى أن الوعي يتاعد شعب عامة وأنا وإنت والناس كلها يرتفع بالتدريج عن طريق التوجيه الصحيح كويس طب الناس اللي بتيجي تقول لها التوجيه ويا جماعة ده غلط وده مضر وده ممكن يسببنا في كوارس وده بيزود الأعداد وده بيعمل مشكلات أكبر ومع ذلك متكدسين والأغرب من ده أنه بتلاقي الناس قاعدين في عمارة في بفخ العمارة في شقة في شارع الفيروس مش هاي جنب البيت آه يعني هو ميجيش جنب البيت ومزدحمين بشكل وياكاد يكون يعني مسبب رئيسي للفيروس تفتكر من خلال مدرسة السلوك إزاي نقدر نحل السلوك ده طيب ومبدأيا للأسف كل فرد في ذاته ليه حاجة اسمها نمط تفكيري إحنا عشان ننصح صح محتاجين نعرف النمط التفكيري في الشخص ده أو سلوكه طبعا بيه تقوم متوقفة على سنه وعلى وعيه وعلى بيته وعلى حاجات كتير جدا برضو أنا حكون منصف فيه ناس لما بتيجي تنصح بتنصح بطريقة مش كويسة خالص بتسبب نوع من أنواع الرفض عند الآخرين أن أنت مش لبس كماما ليه ما تلبس كماما طب حضراج أنا مش حلبس كماما عين بن فيك أنا مش حلبس كماما طبعا ده يعني المفروض أن احنا نتجمبه وفي نفس الوقت المفروض أنا كبني آدم أعرف ده حيأثر علي إزاي حيأثر على بيت إزاي بالعكس تماما أنا مش هخاف فأنا هفتح أو هنفتح على العالم فده فهنا زي ما حالك قلت هيكون مسبب ومؤثر وإحنا حاليا في الكرسى إحنا في المتشار رهيب جدا وفتصاعد وللأسف الناس برضو بتتعامل مع الموضوع على إنه عادي والأيام الجاية هتكون أصعب فإحنا كل واحد هنا محتاج يقعد مع نفسه محتاج يركز محتاج يعرف أن السلوك اللي بيعمله خطأ ده سلوك خطأ يعني إيه الطريقة اللي أقدر يعني ندي بيها معلومة تعليمية للناس لو أب البيت أو أم زي توجه أولادها بطريقة تكون سليمة وصحيحة دي نقطة النقطة التانية إزاي نتعامل مع الناس في الشارع لما نشوف سلوكهم خطأ أو أنا عايز أكلمه يعني أكلمه إزاي صح حلو جدا بص هو عشان نكون نتعاملين بس في التقنيات توجيه السلوك أكتر حاجة بتؤثر هيا المشاعر فإحنا كفاية طبع ليه يعني لأ نعرض للناس إيه اللي ممكن يحصل لو أنت أهملت إحنا بنحاول نعرض الجانب الإجابي عشان نطمن الناس بنحاول نبتعد تماما عن الصورة اللي موجودة في المستشفيات عشان الناس ما تقدش ولكن دي حقيقة حباك لو نزلت المستشفيات هتلاقيك ناس بتعاني وده للأسف الناس محتاجة أن هي تتصيبين دي تتحرض له إنت هتتسدد كذا لباباك إنت هتسدد كذا لابنك هو ملوش زنب باستهترك لازم تشوف ده بالنسبة للناس اللي في الشارع للأسف للأسف الموضوع صعب وخالص أن أنت تنصح حد أو أن أنت تتكلم حد لأنه حيأخذها على نفسه فحاول بقدر الإمكان تلتزم بالطريقة الكويسة أنك تكون أنت نفسك قدوة أنك تعمل الحاجة الصح وتحاول وإنت تنصح تتوضع شوية النصيح وده حاجة في ناس فهمة وعية للحكاية دي فلما بتقي تعملها أنا نفسي بتكسف إنما تخيل أنت بتفاقي ناس وده حقيقي حصل أنا شفته ماسك كحوله قاد يرش على الناس فبتقول لهم تعملها بيعقمه بيعقمه ده حقيقي حصل فهل ده بالعقل ممكن يؤثر إيجابيا في شخص لا طبعا ولكن لو أنا بعقل الناس متقبلة ده إزاي بالنسبة للوقت دحك والهزدارية طبعا لأن أنا متخيل صراحة ممكن يعني عقله جابله إزاي إن أنا لما بخ على حد نفسه كحول ده ممكن يبقايز بس أنا لو حطيت الكحول وقلت له تفضل أعطاك الده حتختلف تماما لما أنا مثلا معايا كمامة زيادة وقلت له تفضل عشان تحمي نفسك عشان تحمي نفسك عشان أنا خايف عليك طبعا أنا أشهد عشان يحميني وعايز أحللها سلوكيا طب النت بتبس الكمامة بس تقريبا حد يفهمه إنه رفع الوعي إنه يرفع الكمامة في دماغه يعني تقريبا خايف على دماغه أو ينزلها تحت دقنو أو يحطها في مكان تاني معرفش يعني هو إيه وعي عن الكمامة بتحط فين مش عارف فاللي بيعمل كده هو مع الكمامة وراح اشتراها وراح جابها واستخدمها بس استخدمها حطها في المكان المفعش منروش علاقة بالموضوع ليه؟ يعني ده حل سلوكه ده إزاي لأ بالأسف ده ما يمتعز تحلل سلوكه ده بورج مختلف هو ده للأسف اللي تبعي هو مش فاهم أصلا طبعا خلينا ناخد صوت الريفوني أه طبعا سيد محمود صنع عليكم أهلا بيك فضل مبراكلك فضل ده صاح تفيه مشكلة في أسيوت سوق شرع رياض ده عبارة بعد عمك بملح الشكة الجديدة ولا مسؤول ولا حد بينفذ أي حاجة الحظر بالليل كل الناس مدية الشارع معين شاتك؟ ده فين في أسيوت؟ نعم فين في أسيوت؟ شارع محمد على مكارم قبل الميذوب يعني بشوية شارع محمد ايه؟ شارع محمد علي مكارم علي مكارم طب استاذينا بس تتسودوا التلفزيون وتسمعنا من التلفون يا سيد محمود بس حظر شارع محمد علي مكارم بس حظر شارع عليكم عليكم السلام أنا سامعك ده صبحت أنا مارفة في مائة شوربعة سيوت أه شارع محمد علي مكارم أمام بتشك الجنب جمعيش بان مسلمين شارع نيات شاتك؟ معين شاتك؟ اه بس معك فضل طب والتواجد الشرطي اللي موجود في الشوارع في تواجد شرطي ايه؟ اه شارع نيات انا بقولك في تواجد لقوات الشرطة موجودة في الشارع ما ما حدش مثل يا فنزم إلا الساعة خمسة ما حدش مثل إلا الساعة خمسة خمسة ايه؟ خمسة مغرب اه السكة الجديدة شياتك اللي هي جنب جمع الميدون عبارة عن كوم لحم العايز المرة طلعها معا عشر حيال ونشوانهم مبتاع زحمة رهيبة طب يا سيد محمود خلينا بس عشان بس المشاهد معلومة ما تروحش منه دلوقتي في زحمة اصدق في الساعة خمسة من الساعة خمسة للتمانية اللي هو قبل معاية حظر التجوال احنا بتكلم هل لا يقدم هل بعد الساعة تمانية في زحمة ولا لا؟ لا مفيش مفيش خلاص يبقى احنا بنتكلم على نقطة رفع الوعي للمواطن انه لحد الساعة تمانية اخره يبقى برة ويحاول ينزل على قدر الضرورة لو في اي استفسار تاني اسم حمود او اي مشكلة تانية ممكن تسيب رقمك في الكنترول القناة بتتواصل معاك شكرا لك اسم حمود هو ده اللي احنا كنا بنكلم عليه فكرة زيادة الوعي انا كجهة حكومية ما اقدرش فجأة اطبق حظر شامل لان انا عندي مشاغل وانت عندك مشاغل اذا المسئولية دلوقتي عايدة علينا كلنا علي وعليك وعلى الناس اللي موجودة في الشارع دي لو هتنزل زي ما حضرك قلت انزل على قدر الضرورة لو انت هتحتاج ان فعلا احنا اكيد هنحتاج نجيب حاجات في البيت هنحتاج نعمل اي حاجة خلي الكمامة معاك خلي عندك نسبة من الوعي ان الكمامة مش منظر اكمام مش عشان انا لازم حدفع 500 جنيه غرامة دي حاجة انا اعملها عشان احافظ بيها على عيلتي ملاش على نفسي على عيلتي ما انا عندي ناس في البيت ده اللي لازم يوصل للناس هل الناس مش مقتنع انه في فيروس وبالتالي بيتعامل انه هو انا مش شايفه هو انا عايز اشوفه هتهولي هو بيتعامل بالمنطق ده او بالمنظر ده ممكن ونان على ايه يعني هو بيفكر كده ازاي بيفكر ان ليه نظرية مؤامرة وان الفيروس ده متصنع وهو معمول وليه العلاج بتاعه وان فيه ناس بتقول الفيروس ده نوع من انواع التضخيم والفكرة ده للأسف موجود وموجود بالنسبة كبيرة وموجود في ناس متعلمة ووعية متخيل ده متخيل ان فيه حد متخرج من كلية كويسة واخد دراسات وبيقولك لا 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 الفيروس ده كان كده لحد ما هو نفسه كده الفيروس اه ده في بعض الناس اه فعلا اه كانوا اه خرجوا على سوشيال ميديا فترة من الفترات وقالوا انه الفيروس ده مش موجود وانه لا ده ده حالة غير الحالة دي حالة انا اعرفها فعليا قال كده وقال انه مفيش حاجة اسمه فيروس وفبا نفسه تاب ووالده تاب كمان فانت انت واعترف بقى ان فيه فيروس واعترف ساعتها اعترف بقى ساعتها بدأ هي ده اللي انا قصدي عليه انت مش حاسس قيمة ده لانه مجاهش تكفيك ممكن يكون جيه خلاص دلوقتي في مرحلة الحد قريب منك فاللي احنا بنحاول نغيره دلوقتي هي اللحجة التوعية خلي بالك ده هيحصل لك انت او هيحصل لحد من قريبك ها دي الفكرة اللي احنا عايزين نوضحها اكتر للناس يمكن ده وفقا للعلم السلوك انك تشتغل على مشاعر الناس وعلى احتياجاتها هو ده اللي ممكن ساعتها يؤثر كويس يعني انت شايف انه الطريقة اللي احنا نتعال بها مع الناس هو توجيه السلوك عن طريق التعليم بالقدوة وعن طريق المشاعر ان انت تلمس مشاعره ولما تلمس مشاعره بتقدر ان انت توصل منك ايه اللي يخوفه ايه اللي يدفعه هو ده مفهوم او كور علم السلوك أعرف إيه اللي بيدفعك بسلوك معين على سبيل المثال يمكن دي من أكتر الحاجات للناس هتبقى غريبة عليها شوية ولكنها صح الوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك اليوتيوب الحاجات دي كلها فيها مبنية خبرزميات يعني مبنية على أن هي تحلل سلوك حضرتك الوقفة اللي حضرتك بتقفها الحاجة اللي حضرتك بتعتني ديها فتلاقيه هو نفسه عمل في الفيسبوك مثلا حاجة اسمها كوفيد 19 سنتر يبتدي وعيك بالمعلومات بناء على سلوكك انت وده حقيقي يحصل ازاي ازاي مبدئيا أنا مثلا لما بمشي على الفيسبوك أعمل سكرول ولاقي في حاجة أثرت فيها زي مثلا نوع من أنواع البوستس اللي بتتكلم على المأسويات أو الحاجة اللي حصلت تلاقي الفيسبوك بدأ ان هو يعرضها لك كتير انت واحد ناس بتشوف التوعية الأدوية ايه تلاقي الفيسبوك بدأ لقى عرض لك الأدوية كتير حطك فيه طايفة بشيء معين مدى يزوره لك بشكل مستمر طب هو عارف من ايه ان انت انت انترست اطلاع عن رئي تحليق سلوكك هو ده اللي احنا بنعمله بشكل تاني مختلف والفيسبوك شاطر جدا فيه لان طبعا هو بيعمل بناء على 2 مليار بني آدم فقادر يحددك بسهولة انت ايه اللي بيخوفك ايه اللي بيدفع سلوكك ايه اللي بيخليك او يحفزك انك تعمل حاجة هو ده اللي احنا طلبينه من الناس ايه اللي احتياجاتك بتاعتك اللي انت محتاجها وبالتالي بيقدر انه يوفرها لك عن طريق انه هو بيشوف انت قرأت ايه او بسيط على الزب ايه او استطولت ايه وقفت حتى في الجي بي اس بتاعك في اماكن عاملة ازاي يعني انا دلوقتي وقفت معاك لما نروح هنلاقينا غالبا معاوضين مع بعض على الفيسبوك طب عارف منين الجي بي اس بتاعك كل ده بيتم بشكل بالقائل وده مش غلط لانه البساطة هو انت سامح له بدا وده الطريقة اللي هو بيشتغل بها انا بقى عايزك انت كفرد بتكون عندك الوعي ده ده صديقي مثلا في الشغل صديقي ده انا بعيش معاه يوميا خلاص هو حيزيني في الكمامة انا لازم اعرف ايه اللي بيحركه هل هو مثلا خايف من الغرامة طب خلي بالك هنعمل الغرامة هنا في المكان ان يا جماعة لازم تلبسه الكمامة هل هو خايف على عياله طب خلي بالك ده فيه فلان مسلا حصل له كذا وكذا احنا هنا مواعيتشو بس انت هنا قدرت تدرب النقطة اللي انت عايز تعدلها في قلبها بالظبط كويس طيب لو جينا قبل يعني في نهاية الفقرة بتاعتنا لو جينا نتكلم على انه احنا نتكلم عن السلوك وتحليل الشخصيات ودخلنا في فكرة انه ازاي الناس سلوكها وشخصياتها ممكن تدفعها انها تنصر التصرفات بهذا الطريق و بهذه المنصر انه انا انصح به الناس عشان من خلال المصيحة دي يقدر يكون يرتفع عند الوعي بشكل يكون سليم من خلال هذا العلم اولا القرية ان حضرتك لازم تقرأ وتكون عارف يعني ايه مصدر موثوق ويعني ايه مصدر مش موثوق وده للأسف الكارسة اللي احنا فيها ناخد المعلومات على الفيس نشيرها بدون ما نفتم ده جاي منين ايه الغرض الرئيسي منه ما فيش ايه حاجة من الحاجات دي احنا بننشر بس ونشير وناخد المعلومات اللي شكلها حالة مش لمبنية على اساس مش اللي ليها مصدر بالضبط كده وطبعا ده ما يمفعش انت المفروض تكون محايد جدا فحاجة انت حتمقلها حتأثر في الاخرين وبعدين فيه قنوات شرعية معروفة ان منظمة الصحة العالمية بتنزل معلومات تابع المنظمة منظمة الصحة المصرية مثلا لوزارة الصحة بتنزل معلومات شوفي المعلومات فيه تقارير فيه احصائيات فيه مستجدات بتشاهد حاجة ايجابية مش شرط كل جماعة يعني مشاعر سلبية مشاعر سلبية احنا كده بيزي بعض طور حسن الشاهد مؤسس مدرسة الفراسة والوقت الجسد ورائد علم التحلي سلوك البشري في الوقت المعلومات مشكرا شكرا 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 الكرام هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية مكملين معاكم الفقرة الأخيرة من فقرات البرنامج كلم فيها عن الطاقة وازاي انا اقدر اعمل طاقة منعية تساعدني في الحفاظ على حالتي النفسية والصحية مش بس بالاكل ولا بالشرب ولكن ببعض التدريبات النفسية اللي ممكن تعمل ده يقوم معايا دينا البكري ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر